بداية استنكرت الأحزاب والسياسية بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حيث أعربت عن استيائها من التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول وأكدوا أن هناك العديد من القضايا المهمة التي كان على البرلمان الأوروبي الاهتمام به هذه الدول يعني الدول التي أعطتنا دروساً في الديمقراطية ودروساً في حقوق الإنسان تكيل بمكالين وتحسن التدخل في القضايا الداخلية للشعوب بغرض تحقيق المصالح والابتزاز لهذه المجتمعات وبالتالي بالنسبة لنا مثل ما فعلوا في السابق فتدخلاتهم كلها مرتبط بمصالحهم ومرتبط بأجندة فقد انكشف أن كل الشعارات التي رفعوها سواء كانت تعلقت بالديمقراطية أو تعلقت بحقوق الإنسان كلها الدعاءات تكيل بمكالين موقفون ثابت في تنديد بتدخل أجنبي وبحالات التشخيص التي تقوم بها المؤسسات الدولية التي تريد من خلال تدخلاتها أو من خلال تشخيصها الخاص بها المبني على الانحياز إلى آراء هاجينة إلى آراء غير معبرة على الواقع الجزائري وبالتالي نحن نرفض هذا التصريح ونندم به ونعتبره دائماً تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر والجزائر سيدة في مواقفها سيدة في قراراتها لا تحتاج أبداً إلى من يلقنها دروس في كيفية التعامل مع شعوبه ترجمة نانسي قنقر